سبحان الله في قوله تعالى أن الإنسان خلقها لوعى الشيخ جبران عندما تحدث عن الإنسان واستقرار طهر بن عاشور للحديث عن الإنسان سواء بين الجنس أو العهدية أو غيرها الحقيقة أن البحث في آيات الحديثة عن الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم قتل الإنسان وما أكفره سبحان الله ممكن تستخرج طبائع وأخلاق وصفات النفس البشري والإنسان من خلال هذه الآيات ثم تدخل بها إلى قضية كيف تأتي الاستثناءات من خلال الآيات القرآنية التي تنجو هذا الإنسان الذي ربما ركبت في بعض الأشياء التي ربما تخالف الدين لكن هو ولد على الفطرة ما من مولود إلا ويلد على الفطرة قال إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع هذه اللفظة لفظة جزوع لو أردنا أن نترجمها على بعض المشاهدات التي نراها في المجتمعات الآن أو بعض الكلمات تجد بعض الناس يقول يا ويل ويلي ويلا أنا ويسويت وويلا لا والله لي رحت هذه الكلمات تدل على الجزع والهلع إن جيت لقضية بعض التصرفات التي من شأنها أن نفسرها بأن هذا جزع أو هلع شق الجيوب والأطم الخدود وحث التراب اللي كان موجود في الجاهلية هذه الأشياء التي هي مشاهد لقضية الجزع والهلع تجدها متكررة سواء عندما نأتي بهذه اللفظة لكن لو نترجمها ببعض المشاهدات وبعض الأقوال وبعض الأفعال سنخرج كثير من المشاهدات التي تنطبق عليها هذه المفردة أو هذه الآية وكذلك وإذا نسته الخير منوعا كم هي القصص وكم هي المشاهدات وكم هي الأفعال التي من خلالها يمنع الإنسان الله المستعب جاءوه يريدون صدقة ملياردير يريدون منهما مئة ألف في ضائقة في مسجد وكذا قال ما ديني وكذا وعنده ارتباطات وخرج ابنه بسيارتي فجرى حادث وسيارته كانت فوق أربعمائة ألف فتحطمت واشترى شيء ثاني اشترى لابني سيارة ثانية وهو لربما لو لم يمنع لكو فيه نعم لذلك كم هي المشاهدات المنع عندنا كم هي مشاهدات منع الزكاة كم هي مشاهدات منع الصدقة كم هي مشاهدات منع الخير من الناس ومع أن الذي يعطي من هو الله أكثر الآيات تقول مما رزقنا لا ما عليك مسلمان أنا بأقاطعك اسخنى والذين يؤمنون بالغيبة ويقيمون الصدقة ومما الرزق من الله ما منك ترى من الله ما منك ترى المال اللي بيدك والله ما منك من الله أعطاك الصحة لتتمتع به أغدق عليك سواء ورسته أو أنك بذلت وأعطاك ومكنا من لي فتح لك أبواب الرزق إلا الله سبحانه وتعالى تفضل أبونا لا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر